والعراقين معروفين بغيرتهم هذا ما يؤكد على أن هناك استهدافاً حقيقياً للشعب العراقي وإلا إذا أردت أن تعرف عن القاتل فتش على المستفيد فلذلك من المستفيد من هذه الأزمة؟ الإيرانيون فقط يوردون أننا بضاع اليوم يريدون تصدير أطباء إيرانيين إلى العراق وأننا بحاجة إلى أطباء العقول العراقية سر نهضت بريطانيا هم الأطباء العراقيين لذلك حقيقة اليوم شركة نفطية في البصرة أرسلوا لنا فيديو كيف يتم دفن موتى الجائحة كورونا من الشعب الإيراني على الحدود العراقية وبالداخل العراق وهذه القضية أيضاً خطرة يعني ليست لهم أراضي يدفنون بها حتى يتم دفن على الحدود العراقية وشركة نفطية يمكن أن تتسرب لأنه رطبة يمكن أن تتسرب الفايروس وبالتالي يكون في جو مغبر كله في فايروس كورونا القضي يعني موجود عندك المقفى؟ موجود دليل وأرسلوه الشركة النفطية يعني هم يصورون يعني يقول لك احنا الآن في خطر يدفنون أعداد كبيرة من واحد واثنين وثلاثة يعني حتى أنهم يدخلون قريباً داخل الحدود العراقية جعلوها مقبرة ليسأل أليس هناك قراراً حكومياً المفروض أنه يتم رفض هذه القضية وأن يكون هناك جيش ويتطرد المفارز الإيرانية من الدفن هناك القضية لذلك عندما نقول تواطئ هناك أدلة